موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم مشاهدين الكرام إلى هذه السلسلة من متابعاتنا الخاصة بشأن آخر تطورات ثورة التشرين واستمرار زخمها على الرغم من كل أشكال القمع الحكومي والميليشيوي للحراك الشعبي حيث جدد المتظاهرون في ساحات التظاهر والاعتصام رفضهم لمرشح الأحزاب الفاسدة لرئاسة الحكومة فيما أكدت اللجنة المنظمة للتظاهرات دعوتها لتظاهرة مليونية للمطالبة بحل البرلمان ينضم إلينا في الستوديو الكاتب والباحث السياسي الدكتور رافع الفلاحي أهلا بكم دكتور هياكم الله وإيضا سيكونوا معنا بعد قليل عبر الهاتف من بغداد العالمية والناشطة في تظاهرات السيدة آيات المرسومي للحديث أكثر حول هذا الموضوع نذهب إلى فاصل القصير ومن بعده نعود ابقوا معنا مشاهدين الكرام إذن جددت القوات الحكومية ومليشيتها هجومها على المتظاهرين السلميين منذ الصباح الباكر في ساحة الخلاني حيث استخدمت الذخيرة الحية والقنابلة الدخانية بكثافة ضد المتظاهرين العزل إذن إلى أن تجهز هذه المادة الصورية نبدأ مع الدكتور رافع الفلاحي دكتور تحدث رئيس الحكومة المستقيل عادل عبد المهدي عن ما يسمى غيابا طوعيا سيبدأ بعد فشل علاوي في تشكيل الحكومة ماذا يعني موضوع غياب طوعي أو هذا الغياب الطوعي بسم الله الرحمن الرحيم يعني لا يوجد ربما حتى تفسير يعني في الأدبيات السياسية مثل هذه الكلمة غياب الطوعي لا أعرف من أين جاء بهذه العبارة لكن بالمجمل هي محاولة لتمديد الفترة للعب على التظاهرة للعب على الثورة نعم لإستمرار هذا الوضع هو يريد أن يبقى رئيس الوزراء ويكمل فترة لا أعرف إلى أين يعني ربما حتى هذه الفترة اللي يسموها موقته لحين إجراء الانتخابات ربما لا أعرف لكن في كل الأحوال هو يريد أن يبقى لأن كل تواقع الكتب الآن يوقع رئيس الوزراء نعم وهو ليس رئيس الوزراء يعني حتى في تكليف البرلمان نعم قبل فترة من كان محمد علاوي يقدموا للبرلمان يجب أن يجتمع البرلمان نعم يعني عقاد البرلمان يجب أن يكون برسالة إما من رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء رئيس الوزراء ليس لدينا رئيس الوزراء رئيس الوزراء مستقيل والبرلمان وافق على استقاثه وهو مجرد موظف لتمشية الأعمال وليس رئيس الوزراء هذا العنوان انتهت عنوان رئيس الوزراء لا ينطبق على عادل عبد المهلي ليس رئيسا للوزراء مستقيل خلص انتهت استقال من وظيفته يعني لا يمكن هذه اخذ أي أنظمة بكل دول الدنيا موظف يستقيل من وظيفته خلاص لم يعد في هذه الوظيفة لا يستحق هذا العنوان الذي كان عليه لا يمكن لا تنطبق عليه الشروع يعني هو مكلف بتمشية الأعمال فقط لكن ليس بعنوان رئيس الوزراء لكن لم يذهبوا لرئيس الجمهورية ذهبوا إلى عادل عبد المهدي ليوجه كتابا رئيس الوزراء ويوم أمس شاهدتوا أيضا خطابا أو كتابا نفس القضية موقع توقيعه رئيس الوزراء ماذا يعني هذا الدكتور؟ هذا يعني استهزاء بالناس وضحك عليهم ولعب على كل الدنيا هذا هو مستقيل أو غير مستقيل لا نعرف الآن هو استقال وانتهت والبرلمان وافق على استقالته والبرلمان لو كان برلمان يمثل الشعب وعراقي فعلا لا يقبل بهذه المهزلة لكن هو أساس البلاء في العراق هذا البرلمان هذه خلطة المحاصصة المذهبية والعرقية كلها تتمثل في الفرلمان كل خرابنا وهذا الإطار التشريعي لكل الخراب موجود في الفرلمان ففي التالي يوافقون على هذه القضية ماذا تتناسب معهم وهذا يعيدنا مرة أخرى الحديثهم الكبير والكثير عن الدستور صحيح نتحدث في دستورة بهذه الطريقة الدستور قانون ينظم حركة الدولة وحركة الشعب وعلاقة الشعب والدولة وعلاقة مؤسساته وانتهي الموضوع وموجودة وأكو دوائر قضائية وأكو محاكم قضائية وأكو سلطات وأكو أطر معين تضبط هذا الدستور ومن يخرج عن الدستور تعرف كيف تفعل وانتهت والشعب ليس له علاج يعني يعرف وهذا الخطف لكن نحن نتناقش في هذا الدستور ليلة نهار من 17 سنة والدستور جيد إذا ما توافق مع مصالحهم والدستور لا لا يستحق أن يقرأ إذا ما كان ضد مصالحهم هذه هي الحقيقة من 21 وقبلها يعني لكن على الأقل هذه الفترة هم الذين يتحدثون عن الدستور وهذا خرق دستوري وفرق دستوري وهذا الكلام اللي نسمعه هم أساسا هم أول من خرق هذا الدستور اللي هم ملتزمين به يعني هذا ليس دستور العراق ما لا علاقة لأنه هذا بلاء العراق من وراء هذا الدستور وهذه العملية السياسية اللي جاءت وشرعت لها وفرلمانها هذا الدستور هو القطاء الأساسي هذا بلاء العراق وغدا إن شاء الله عندما يأتي نظام وطني سيمزق هذا الدستور ويرميه بسلة المهملات يكتب دستور عراقي يليق بالعراقين هذا لا يليق بالعراقين هذا يليق بالعصابات والقوى التي تتناحر على المكاسف هذه حقيقة ومرتب القضية إلى مكونات شعب العراق مكونات رغم أنهم هم الذين وضعوه ولكن مع هذا يخرقوه يخرقوه بطريقة غريبة عجيبة ومضحكة يعني الدستور لا يحذرون الشعب من الفراغ الدستوري أنتوا أي دستور تتحدثون عنه أنتوا الدستور خرقتوا هذا الدستور مالكو خرقتوا مئات المرات آلات المرات طيب أنتوا مملت زمين أساساً في هذا الدستور يتحدثون عنه حتى في السياقة تقدر تحاكمهم وبالنقاط وحدة ثمين ثلاثة عشرة مئة ألف نقطة هم خارقين بهذه الدستور لكن عندما تأتي القضية تتمس مصالحهم يقول لكم ما راح نذهب للفراغ الدستوري وهذا لا يجوز فيجب أن يبقى عادة عبد المهدي رئيس الوزراء هو رئيس الوزراء لم هو رئيس الوزراء طيب هذا فرلمان منوافق على استقالة الصار يعني هو يوافق عن استقالة يبقى رئيس الوزراء ماشي كلفته بإدارة الأعمال لكن عنوانه كرئيس الوزراء لم يعد له صحيح ما ممكن أن يكون عنوان رئيس الوزراء ويبقى رئيس الوزراء هو مستقيل ما ممكن هذه القضية ما تركب عدهم كم واحد يعني كم مطبل يدعون أنهم هم مسؤولي يعني فكرهم قانوني وهم يعني متخصصين بالقانون يفسرون لهم الأمور مثل ما يريدون يعني شقد يأخذ وشقد يقبض ويفسر الدستور بالشكل الذي يخدمهم وهذا الدستور مطاط يعني تريده أبيضة تريده أحمر تريده أزرق بكل الألوان ومفيد بالنسبة لهم فهذه الطريقة الآن هذه الطريقة التي اقترحها الغياب القصري الطوعي ما هو الغياب الطوعي؟ وسأكلف واحد لكن القيادة العامة القوات المسلحة تركب يدي مهم مدى نفتهم إذا القيادة العامة قوات المسلحة أبيدك إذا كل هذه الميليشيات والقوة الأمنية وهذه هذول أبيدك إذا أنت المسؤول عن دماء الناس نعم نعم وبالتالي شلون أنت مستقيل وأنت القيادة العامة كل هذه القوة الأمنية تبيدك مسؤول عنها قضية غريبة عجيبة لا تعرف لها لا أصل صحيح ولا فروع وبالتالي شعب العراق في ضيم كبير من جراء هؤلاء الذين جاءوا للعراق ومن جراء هذا الدستور المسخ هذا اللي يتحدثون عنه ويخافون عن العراق من الفراغ الدستوري أي فراغ دستوري والعراق عايش بفراغ دستوري وقانوني وإخلاقي وكل شيء من 2003 لحد الآن لا تتحدثون عنه هذا اللي عايش تبي العراق هذا الفراغ هذا النفق الأضلى ما ذي تسموه هذا الدستوري يعني هاي حكوماتكم اللي استمرت وسرقت ونهبت وقتلت الناس ورهنة إرادة العراقيين وإرادة البلد وسيادته واستقلاله يبيد العاخرين وميليشيات تحكمه هذا الدستوري يعني من هذا الدستور أنه هذه القوات تتحرك وإشار ليش عادل عبد المجي هذا القائد عن قوات مسلحة يقدر لهاي الميليشيات يوقفها يقدر لهذا بحزب الله اللي يهدد الأمريكان ويهدد المعرف منه ويهدد مدير المخابرات ويهدد وين السلطة وين الدولة لو كان يكون قائد عن قوات مسلحة وكانت يكون دولة رح تعتقل لهذا لو الميليشيات شنو علاقتك أنت أنت أما أن تكون ضمن الدولة وما يقولون الحشد تابع الدولة جهاز أمني من أجهزة الدولة طيب إذن باسم القائد عن قوات المسلحة عادل عبد المجي اللي يقولاني قاد ولا يحق له أن يصرح ولا يحق له إلا أن يطيع الأوامر فقط صحيح والقائد عن قوات المسلحة هو من يوكل أحد يتحدث باسمه أو هو يتكلم فقط قالها أبو مهدي المهندس سابقا لو جاء رئيس الوزراء لما فككنا الحشد طيب ما هو هذه القضية إذن أنتو هذه الميليشيات ليست تحت صيدراتكم مدام هو اللي يهدد وهو اللي يتوعد ويتوعد رئيس الجمهورية وتوعد مدير المخابرات هذه أي دولة أن تتحدثون هذه عصابة طيب دكتور سأعود إليك بعد قليل تنضم إلينا الآن السيدة آيات المرسومي الإعلامية والنشطة في التظاهرات معنا من بغداد أهلا بك سيدة آيات سيدة آيات المرسومي هل تسمعينني غير جاهز معنا نتابع الآن مع حضراتكم المقطع عن تجديد القوات الحكومية وميليشياتها الهجوم على المتظاهرين السلميين منذ هذا الصباح على ساحة الخلاني تحديدا فلنشاهد منذ هذا الصباح سيدة آيات المرسومي سيدة آيات المرسومي منذ هذا الصباح منذ هذا الصباح وحضراتكم الملسومي ايضا طبعا المتظاهراتكم المرسومي المfight أهلا بكم الجديد مشاهدينا الكرام تابعتم دكتور هكذا يتم التعامل مع المتظاهرين السلميين من قبل قوات الحكومية ما تعليقك ربما دعني أربطه بما تحدثنا عنه قبل قليل يعني هناك في العراق بلوة كبيرة كارثة كبيرة هناك قوى سياسية تعبث بالعراق بهذه الطريقة التي نراها هناك فساد وهناك قراب هذه القوى الأمنية التي تدعي الحرص على العراق لماذا تضرب المتظاهرين لأن الحياة يجب أن تستمر هذا تفسيرهم ويجب أن تفتح الشوارع والحياة يجب أن تستمر والحياة يجب أن تخافون على المواطن أنتم لا تخافون على المواطن من هذه القوى السياسية التي دمرت البلد والصراعاتها واسطة ومن الميليشيات التي تتحكم بالعراق بهذه الطريقة والقتل والاعتقال طيب وينكم عنهم أنتو هذول المتظاهرين السلميين وهذا جسر السنك وهذه ساحة الخلان هي لموقف الحياة في العراق ويجب أن تدافع عنها بهذه الطريقة لتقتلوا أولادنا العراقيين بهذه الطريقة البشعة بنادق الصيد والقنابل والرصاص الحي لأنه تدافعون عن حقوق البلد مستلبة من قوى سياسية وقوى ميليشيوية شينوا نفسكم وروحوا وفضوا ذولاك وضربوهم بنادق الصيد وقنابل الغاز وقنابل المميتة بالرصاص المميت ما ذولا علت البلاد علت كارثة العراق بهم أنتو تجون على المتظاهرين السلميين ذولا اللي شايلين الثورة على عناقهم ودماءهم وريدون يسوون فجر جديد ويوم جديد يبنون تعتقدون أنه خلص هم ذولا الموقفين العراق وحياة العراق مرتبطة بسحة الخلاني ويجب أن يفتح لأن الحياة يعني مستحيلة وأنتو خايفين على مصالح الناس ومصالح البلد كاملة بيت سياسيين وبيت ميليشيات وبيت قوى فاقدة للعقل وفاقدة للأهلية وفاقدة للشرعية هذه ما يخالف؟ ما تتحرك هاي قوات الشغب؟ وين الشغب؟ الشغب بالقوات بهذه القوى السياسية وهذه القوى الميليشيوية وهذه الشغب؟ روحوا كافحوا للشغب؟ هذا إذا أنتم صدق وطنيين وإذا أنتم مخلطين للعراق وخايفين على العراق وخايفين على الحياة وتدفق الحياة وتدفق العراقيين وخايفين على العراقين وعبث العراق ماذا لدي يعبثون بالعراق نصبع طعام سنة لحد الآن؟ لماذا لا تذهبون لهم؟ هذه يعني تفسيرها معيب معيب عصابات تتصرفوا الشعب بهذه الطريقة هناك عداء بين هذه السلطة والشعب حرب معلنة ولا هذي سميها؟ خاتلين وراء سواتر هذه القوى التي تدعي أنها أمنية وهي تحرس المواطنين وخوفا على الشعب يقتلون الشعب لأول مرة يعني مثل قضية الكورونة نحن نخاف من التجمعات وزارة الداخلية صد الغيان نخاف من التجمعات ونخاف يعني لو تفضوا طيب ما أنتو هذه الصين مليار وثلاثمئة مليون قتل منعدهم في شهرين ثلاثة ألاف واحد الكورونة أنتو قتلتوا من العراقين وجرحت منعدهم أكثر من ثلاثين ألاف واحد خلال هالشهرين ثلاثة اللي مضت صحيح من الأفتك من الأكثر فتكهم بالعراقين الكورونة أم أنتو ما هيها الكارثة أنت نحن نفسنا كنا خمسة وثلاثين مليون نعم ذلك مليار وثلاثمئة مليون قتل منعدهم ثلاثة ألاف أنتو من الخمسة وثلاثين مليون لحد الآن قاتلين أكثر من ألاف واحد وجارحين أكثر من ثلاثين ألاف واحد ومعواقين خمس تلاف واحد ولحد الآن استمر هذا يومي عميان وبنادق صيد وستضربوهم من الأكثر فتكاً بالعراقين الكرونة لو أنتو أنتو الكرونة أنتو أكثر فتكاً من أي فايروس موجود هذه الحقيقة لأن تخافون عن العراقين أنتو خافين عن العراقين إذا خافين عن العراقين لنضربوهم بالرصاص لنضربوهم هذه القنابل وهذه البنادق تركوا العراقين يعبرون عن حريتهم ورأيهم ويأخذون بلدهم وعلى بلدهم حقهم فالقضية بها كبير بعد قليل دكتور سيدة آيات المرسومة الإعلامية والنشطة في التظاهرات تعود مرة أخرى أهلا بك سيدة آيات أهلا سيدة آيات هل تسمعينني؟ أين أم؟ اللجنة المنظمة لتظاهرات ثورة تشرين أصدرت بياناً قالت فيه إن البرلمان لا يزال يرشح أسماء فاسدة لرئاسة الحكومة ما موقفكم كمتظاهرين من هذه الأسماء التي ترشحها أو يرشحها البرلمان بين فترة وأخرى؟ شكراً جزيلاً لك أستاذ فراحة انتصار كل شيء كبير حقيقة من بداية التظاهرات ورحة هذه اللحظة بتغيير رئيس الوزراء المطالب المطالب اللي قمنا بها واللي انتفضنا من أجلها إنه المطالب كانت هواية حقيقةً مو فقط مطلب واحد ولا هو سبيل رئيس الوزراء ولا أساساً اختيار رئيس الوزراء ولكن مطالبنا كثيراً بالتحديد مهرام رئيس الوزراء مهام رئيس الوزراء كانت شروط هواية موجودة من ضمن المهار يعني من ضمنها يتعلق أنه اختيار الشخص ما تابع لأحزاب وإنجلدات ولا محاصصة ولا الكتلة الأكبر اللي هي ترجحها فبالتالي أنه الحظ هاي اللحظة مع الأسف البرلمان متمسك باختيار شخصيات سياسية تابع لأحزاب معينة والمحاصصة اللي هي تتصهدهم والكتلة الأكبر اللي هي تتصهدهم حقيقةً يعني أنه ينظرون نظرة واحدة للمتظاهرين اللي موجودين بالساحات اللي متحملين الحار وأيضاً تحملوا والبرودة تحملوا كثير من الأواقب وكثير من الخطورات اللي منضمنهم اللي استشهد واللي انجرح واللي ضحها بنفسه وبعمله وبوظيفته والأواقب اللي تتحت في يومية داخل الساحات التحريب خطف أو مو بقط في ساحات التحريب خطفوا قمع مستمر غذاب مسيلة للدموع الدقانيات طوصيات اللي يستهدمون أبشعة طرقية للمتظاهرين حقيقة المتظاهرين الزميج اللي بي رجم طيب أكو نظرة من البرلمان تنظر لهذه الطبقة اللي قاعدين بساحات التظاهر منها المنخب ومنها المتقفين ومنها من أمة الناس ليش دي رجمون يرشفون نفس الأشخاص والسياسيين اللي خطهم ملفات فساد ليش اللي مشاركين بالعمليات السياسية السابقة ليش دي رشفهم الكتل الأكبر طيب الكتل الأكبر ليش ماذا تنظر لنظرة حقيقية ونظرة لاحقية لساحات التظاهر ساحات التظاهر يعني يستاهلون مثل ما احنا نقول يستاهلون كل الخير كما اللي سووا حتى هيت يتجازون أو هيت يتعاملون قلوات الشغب اللي يتتعاملهم بأفشع الطرق لو الخاطف اللي ديتعرضونا لو القمع اللي القمع المستمر لحد هاي اللحظة عندنا أشخاص معتقدين وأشخاص مختطفين من أملة الناس المشقفين والدكاترا والناشطين والإعلاميين مو فقط طيب في ظل هذه المحاولات سيدة آيات يعني أنتم في ساحات التظاهر حققتم نجاحا كبيرا بإسقاط أيضا حكومة علاوي أو محاولة محمد توفيق علاوي للتشكيل الحكومة بربضكم هل مستعدون لجولات جديدة من المواجهات في حال استمرت هذه الألعي من أحزاب السلطة حقيقة المحافظات المنتفضة يعني مو يتراجعون ولا يتخارزون ولا رح يستحبون بأي طريقة أو بأخرى يعني ممكن إحنا الشباب اللي موجودين بخصة حتى التحريق من مختلف المحافظات من بابل ومن ديالة ومن غيرها ومن الجنوب ما ممكن أن يستحبون بالتالي عدم ساحات الاستفام حقيقة هذا التصعيد السياسي متفق حليما قبل كل المترافين يصير اتفاق بجميع المحافظات العراقية المنتفضة وهذا التصعيد السياسي مستمر ولقد هاي الأخبر إضافة لذلك إذا استمر أو استمر في الكتل الأكبر بطارح تخطيات سياسية ذات المستقلة فبالتالي احنا مستمرين بتظاهراتنا ومستمرين أيضا بتصعيد السلم السياسي حقيقة يعني لأجل دماء الشهداء والأجل قضيتنا حتى لن نتراجع عن قضية سأود إليك بعد قليل أستاذ آيات المرسومي دكتور رافع بعض القوى السنية في العملية السياسية قالت بأنهم تحدثوا عن فرصة ضائعة على العراق بسبب عدم دعم محمد توفيق اللوي ما هي هذه الفرصة التي ضاعت على هؤلاء يعني ربما قبل هذا بس نعم دعني معلق يعني ما جاء على لسان أختنا الناشطة نعم الحقيقة هناك مسألة مهمة جدا جدا هي الشرعية ولا شرعية كل هذه القوى التي تحكم العراق الآن بدون شرعية وأولها البرلمان نعم هذا ليس شرعية بدليل أنه أولا بغض النظر عن نظام المحاصصة والنظام يعني المحاصصة الطائفية والإثنية التي تجري لاختيار كلها هؤلاء نعم لكن أن يخرج الشعب ضد حكومة وضد برلمان بمعنى أن الشعب لديه قناعة أن هؤلاء لا يمثلوا نعم وحقيقة الواقع الحال أن كل القوى التي في البرلمان لا تمثل شعب العراقي صحيح لو كانت تمثل الشعب العراقي لم أخرج الشعب العراقي لكان ممثلي دافعون عن حقوقه صحيح بعد ما وجدوا وما أحد يدافع عن حقوقهم خرج الشعب ووقف ضد ضد هذه السلطة إذن هناك هناك شرعية للإنجاز وقبل الإنجاز هم يتحدثون عن شرعية المنتخبين نعم وهذه من المنتخبين هذه القضية كذبة كبيرة على الأقل في آخر انتخابات كل الانتخابات نفسهم زورة ولعبة لكن على الأقل في آخر انتخابات 82% من العراقي لم يشاركوا بالانتخابة اللي شاركوا 18% وال18% هؤلاء قوة أمنية وقوة ميليشياوية وتابعة لهذه الأحزاب والقوة التي شاركت من الانتخابات ما أدري 500 حزب ما أعرفش قد تكتل صحيح هذه القوة 18% ورغم الـ 18% دخلوا في عمليات فساد وحراق لصنادق اختراع وتزوير وهم اعترفوا والأمم المتحدة والعالم كل اعترف أنه هذه يعني أبشع عمليات تزوير تجري في أي انتخابات بالعالم صحيح ما صار رأي تزوير فبالتالي هؤلاء حتى بالاتكاع على صناديق الاختراع غير شرعي لأنه أساسا 82% من الشعب ما شارك فيه والباقي مشرعي ومع ذلك إذا اعتبرتوه شرعي فهو بتزوير أيضا مشرعي النقطة الثانية هي شرعية الإنجاز الشعب يحتاج من قوة من المؤسسات الشرعية والمؤسسات التنفيذية والمؤسسات القضائية إنجاز ما هو الإنجاز الذي قدمته كل هذه السلطات وبالتحديد السلطة التشريعية لأن السلطة التنفيذية هذه انتهنة من عدها واستقال عدل عبد المهدي وبعدا نشلب بالكرسي لكن السلطة التشريعية ماذا قدمت من خمسة أشهر لحد الآن المتظاهرين وطالبون بقانون للانتخابات صحيح خلصناه بعده ما معرف منه وبالتالي وين القضية يريدون أن يكملوا دورتهم يريدون أن يمددوا الوقت ونقاشات وثقافات وقواء الكتلة الأكبر والكتلة الأصغر والرشع الشعب لا يريد مثل محمد علاوي هذه الكذبة الكبيرة التي طلعتنا التي اسمها محمد علاوي وما أحد رشعني وما أعرف وين الشعب اختارني والشعب بالشارع ظهر ضده وشتمه وهو يقول الشعب اختارني وبالتالي شهر ضيعه على العراقيين شهر طويل من الزمن هذا الشهر قدمنا بي دماء قدمنا بي معاناة وصبر وأذية وأمراض وناس قاعدة بالشوارع وانت بالتالي شهر كامل ويصل إلى نفس النقطة قواء حزبية داعمتهم مقتدوا وهذه العامري ووصلوا وصوروا وفرضون إرادتهم على وما قدروا ووصلنا إلى الحد اللي يتراجع وخلص الموضوع وقدم برنامج للبرنامج حكومته فاتشي مضحك مكي برنامج سميك يتحدث عن نهضوية ويرادلها خطط تنموية طويلة المدى وقصيرة المدى ومعرف منه ومكانات مادية غير متوفرة والبلد غرقان بالديون وخزين تفاظية ومصيبة مصيبة قشرة هذه الحقيقة وبالتالي رجعنا إلى نفس الغاية الآن هذه القوة السنية اللي تتحدث الفرصة الضائعة الفرصة الضائعة ما هي هذه الفرصة الضائعة كل القضية هناك كل هذه القوة بالعملية السياسية دعني أقول كل القوة اللي بالعملية السياسية السنية كردية العربية كلها مسؤولة عن هذا الخراب اللي صار Neil العراق كلها تتحمل مسؤولية الدماء والفسادة اللي حصل بالعراق لا أحد يتحدث إحنا رفضنا محمد علاوي وإحنا قبلنا كلكم سواسية كلكم تتحملون هذه المسؤولية مصبعة عشر سنة لحد الله نفس الأحزاب ونفس القوى وبالتالي أنتم تعرفون أن هذا تسويف وهذا ضحك على الناس ووقفه علاوي ودعمه علاوي نكاية بالآخرين يعني حتى هذه القوى سنية لنكايتهم بقوى سنية أخرى أرادوا أن يثبتوا أنه هما الأقوى وهذه الصراعات للنفوذ ما هي العملية السياسية مصممة صممها المحتل الأمريكي مساحة للنفوذ مساحة محاصصة توزيع حصص وبالتالي هناك صراعات هي مبنية على الصراعات من أجل الاستحواذ والدفع والأخذ حصة الآخر وهذه هذه هذه شكلها وهذا مضمونها وهذا واقعها سبعة سنة من الصراع فبالتالي هذه كل القوى بالعملية السياسية قوى متصارعة من أجل مصالحها من أجل من أجل فائدتها الشخصية ما لا علاقة بالشعب شنو محمد علاوي واش رح يجيب ما هو الشعب ما يريده صاحب جنسيتين ما يريده من العملية السياسية وهو الرجل من العملية السياسية وهو من حزب الدعوة كان وعنده جنسيتين ومرتين نائب البرلمان ووزير ومشاكل كثيرة وقدم برنامج مضحك مبكي ما حد يقبله شنو الفرصة الضاعة الفرصة الضاعة أنتو تضيحون على الشعب هذا الوقت يبه هذه اللعبة هذه اللعبة السخيفة الآن رجعوا الريد الرشح والترشيحات وهم بيناتهم صراعات قوية ولا يمكن أن يرشحوا إلا من العملية السياسية لأن بالتالي أنت بالأخير ستسأل نفسك سؤال هل من الممكن والشعب كل يعرفه هل من الممكن لهذه القوة البرلمانية هذه الملترفة هي أس البلاء أن ترشح شخصا وطنيا بالمواصفات التي يريدها الشعب أبدا لأنه إذا رشحت هكذا مواصفات هكذا شخص مستقل وطني يستطيع أن يعمل وكضمانات لعمله سيزيح كل هذه الطبقة ويزيح العملية السياسية ويقود كل هؤلاء الذين بالعملية السياسية إلى المحاكم والسجون هل يقبلون بخسارة كراسيهم ومكتصباتهم الآن الحدود ماذا يسدوها الحدود هذه الكرونة أكلت بالعراقيين أكل الآن وبؤرها إيران ما يسدوا الحدود مع إيران لماذا لأن غالبية المنافذ الحدودية بيد ميليشيات وهذه الميليشيات تدخل من هذه المنافذ المخدرات والسلاح والأكل وكل شيء ملايين يومية ملايين الدولارات تدخل لهم يضحي بالملايين الدولارات من أجل عيون العراقيين حتى لا يصيبهم كرونة تصيبهم كرونة وغير كرونة وطاعون وكل شيء يصيبهم ولا يهمهم هو اللي يضربهم بالرصاص هام ما تجيهم كرونة لهم كرونة هذه قضية إذن هؤلاء الكتلة السياسية كل هذه العملية السياسية بكل قوة لا يهمها يعني المنافذ الصيحتية وال بأن أنتم Zw observatorات ممات الشعب القضية يعني واضحة الآن معسكرية معسكر الشعب ومعسكر هذه الطابقات وبالتالي أساس الآخر الان البلوة الآمامي المتظاهرين هي هذا الفرلمان إذا لم ينقذ هذا القانون ويجب أن ينجز هذا القانون إنجز هذا القانون ويجب أن إزاحت هذا الفرلمان يجب نسقط هذا الفرلمان كله لإبحث تسقط هذا الفرلمان أسقط كل شيء بالنسبة لهم وما عادي لأنه مشارعي أساسا الشرعية الآن شرعي شرعية الشعب شرعية ذول المتظاهرين اللي طلعوا بالشارع وهاي القوى اللي تقاتلهم الآن هاي مشرعية لأنه تضربهم إلهم وما تضرب الناس المشارعين أساساً مو القوى السياسية اللي تحكم العراقية المشارعية ومو هذا الشعب اللي طالع يدور حياته ويدور مستقبل العراق دكتور ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة بلاس خارت وطبعا هي عليها ملاحظات كثيرة في إحاطتها الأخيرة في الجلسة الخاصة للوضع في العراق قالت يجب الاعتراف أن العراقين وخاصة المتظاهرين يتعرضون لانتهاكات يعني هذا الأمر ليس بالجديد ما بعد هذا الاعتراف الدولي ما هو هذا أن تبقى الأمم المتحدة يعني تقدم للعراق هذه الأبر إبر التخدير هذه إلى مترا الوضع واضح وهي تلخصة والشخصة بشكل واضح أنه يكون قوى شعبية طلعات وقوى الشعب ضد هذه وهناك فساد وهناك خراب وهناك عزاب لا تحترم حقوق الإنسان وتقتل الناس وماذا بعد أنت دائما الأمم المتحدة يعني تعيد علينا ما نعرفه يعني تقرأ علينا ما نعرفه ما تكتبه لأيام ليام العراقية تكتب واقعية هذه الأشياء هي تعيد قراءة هذا الموضوع اللي يعرفه كل العراقي اللي يقرؤوا الليل لنهار اللي يعانون من عنده اللي جمعهم تنزف من أجله والأمم المتحدة تعيد القراءة مرة أخرى هذه وإلى متى بالتالي يجب أن يكون هناك قرار يجب أن يكون هناك قرار أن تقفوا مع الشعب العراقي أن تقفوا مع المتظاهرين خلاص الآن قوتياً بالعراقية الصارع تريد أن تقف معنات الحكومة وهذه حزاب الفاسدة هذه لن تقدم للشعب شيئاً إذا كان أحد يعول أمم المتحدة والعالم أي واحد يفكر أن هذه القوة ممكن أن تقدم للشعب شيئاً هو واهم جداً وهذا متواطع معهم لأنه لا يمكن لا يمكن هؤلاء لا يمكن أن يضحوا بكراسيهم بأموالهم بمكاسبهم بكل شيء يستلموا من أجل الشعب ووافقون عليه لو كانوا هكذا لهربوا من أول يوم من واحد تشري من التالي من 11 سنة يسرقونوا من العراقية وبالتالي أنت ما محالة يعني من الكوميديا الفجأة أنت شو شنو الأمم المتحدة يومياً طلعتنا بيان وحاطة وتكرر ما ما يكتب يومياً بالدماء العراقي والتعب العراقي والسهر العراقي ما يكتب الآن العراقين ما بحاجة يعرفون كيف يقرؤون أيامهم عارفين أيامهم وعارفين اللي دي يجربيهم ما يحتاجون هذا أنت تحتاج إلى قرار من الأمم المتحدة أنت تحتاج إلى فعل فعل قوي يقف مع الشعب ضد هذه السلطة ويزيح لهذه السلطة خلاص خلاص وصلنا إلى حد الانتهى بان الخيطة الأبيضة والخيطة الأسود هذا الموضوع لا نحتاج إلى هذا ولا يمكن أن تتوافق هذه القوى السياسية مع الشعب أبداً لا يمكن إعادة هذا الموضوع إعادة الموضوع إلى ما قبل واحد تشترين الأول 2019 لا يمكن هذا انتهى ويجب أن تدرك الأمم المتحدة ويتدرك فإذن هناك لعب محاولة استمرار هذا محاولة لاستمرار نزيف العراقي وهذول الشعب العراقي لن يقبل بهذا الموضوع لذلك الآن بدأت التظاهرات تطالب بإسقاط الفرلمان ومن حقاً تسقط الفرلمان وكان يجب أن تسقط من أول يوم لأن هذا بؤرة الفساد وبؤرة الخراب اللي صار خمسة شهر مقدم قانون اللي وعد أن يقدمه فبالتالي ماذا تنتظر من هذا الفرلمان لأن هذا تلف به هذه متحاصصة به هذه الكونة فساة تحكم البلغة جماعة عادل مهدي وغير عادل مهدي وعلي وعلي محمد علاوي وغيره وغيره وباشر عقبه يقدموننا اسمها وترفضوها وإلى متر هذه القضية يجب أن تحدد العامل الدولي يجب أن يضع حداً يجب أن يساند هذه التظاهرات يساند العراقيين يكفي 11 سنة الكل شركاء في هذه الجريمة هذه الجريمة اللي حصلت على العراق هذه كل الدول وكل المنطقة وكل الأقليم شريك فيما حصل للعراقيين شون اللي يصبحوا العراقيين قلتوا نزيل نظام دكتار التوري وزلتوا ماشي في 2003 وما الذي حصل من 11 سنة لحد دلات أعتقوا الاستبداد جبتوها وجبتوا إيران تحكم العراق وجبتوا المصايب والفساد والخراب والدمار والشعب بالشوهر أصال لخمسة شهر والشعب يتحصر على ماضيه بدأ كل شعوب الدنيا تتطلع إلى الأمام إلا العراقيين يتطلعون إلى الخلف يتندمون على الماضي لماذا جالتم الشعب العراقي يتندم على الماضي يفترض يتطلع إلى الأمام يلقى حرية ويلقى رفاهية ويلقى استخلال ويلقى سيادة ويلقى جامعة جيدة ويلقى مستشفى جيدة الآن الكرونة بدأت تضرب بالعراقيين ليس لدينا بناء تحتية صحية نهائية نحن تحت الصفر بس الله وحده سبحانه وتعالى يسطر العراقيين يحفظهم من هذه المصيبة الكبيرة من المسؤول عنها هذا المنحمل مسؤوليته عدل عبد المهدي الغياب الطوعي ما دي شو سميه هذا هذه كذبة الكبيرة واللعبة الكبيرة يعني يجب أن تتوقف خلص الآن يعني دقت ساعة النهاية هذه النهاية يجب أن تكون بهذا الشكل مشاهدين الكرام نعود الآن أن نذهب إلى فاصل قصير ومن بعده نعود ابقوا معنا ترجمة نانسي قنقر يا وطن هاية واحد تنظروا حد الراية واحد تنظروا حد الراية ترجمة نانسي قنقر أهلا بكم من جديد مشاهدين الكرام نستمر بالحديث في هذه المتابعة الخاصة مع دكتور رافع الفلاحي حول تطورات الأحداث في العراق أهلا بكم من جديد دكتور ميليشيا حزب الله وحضرتك تحدثت عنها قبل قليل هددت بإحراق العراق في حالة إذا ما رشح مصطفى الكاظمي رئيس المخابرات لرئاسة العراق بهذه الطريقة علانية وعلانية قالها مقتد الصدرم أيضا قال إحدى القوى قالت لي هذه الدول قالت لي سنحرق العراق إذا لم تتغيبه عمل علاوي إيران فهذه تحدث بلسان إيران لكن ليس العيب عيب هذه القوى اللي حزب الله العراقي معرف منه كتائب ميليشيات العيب عيب من تدعي إنها دولة وتدعي إنها حكومة وتدعي إنها ديمقراطية وتدعي إنها عراقيين ويقبلون بهذا الضيم بهذا الخراب لمن يدعون إنهم دولة ومؤسسات وأنه الشعب العراقي هذا عايقهم عن التنمية لأنه طالع بالشوارع ويجب أن تنفذ تحطه يعني مقتد الصدر عندما يتحدث لا تقطعونه الطرق لأنه الحياة أي حياة يتحدث عنها حياة هذه اللي ميليشيات تصرف بها يهدد رئيس الجمهورية يهدد ويحرق العراق إذا ما تنفذونه اللي يريده وهذه هي هاي العيات اللي يتحدثون عنه ورجع الدراسة لأنه دراسة مستوى دراسي يعني العراق خارج كل التصنيفات تصنيفات تعليف العالم ها أنتم من أوصل العراق لهذا المستوى فهو التالي هذه التظاهرات اللي طلعت حتى تغير كل هذا الواقع تريد أن تزيح هذا الواقع وتبني واقعاً جديداً ما يقفص 11 سنة فشلته ليس فشلته أنتم أساس الفشل جئتم بمشروع فاشل تريدون أن تفشل العراق حقيقة يعني الآن هل يستطيع أحد أن يقنعني أنه إذا قالت 17 سنة جاءوا من أجل العراقيين ومن أجل المظلمية ومن أجل البناء 17 سنة لم يبنوا شيئاً بنوا خراب بنوا دمار ووصلوا العراقيين إلى اليأس إلى الدمار شنو العراقي هذا اللي ما يعرف يعني ثقافة الهجرة العراقيين الآن لو مفتوح الحدود صحيح مع بلدان معينة لو مفتوح الحدود الآن في هذه اللحظة ولو مفتوحة مئات الآلاف من العراقيين يتدفقون تجاه أوروبا ويقفون بهذا البرد ويرمون نفسهم بالبحار خمس ملايين ست ملايين عراقي الآن في كل أنحاء العالم لماذا؟ يعني من اللي يخلهم يطلعون ذوله؟ وكلها كفاءات وكلها ناس وعراقيين هذا بعثي ذاك داعشي وهذا معرف منه وهذا سني وذاك شيعي وهذا وتالي وإلى متى؟ هذا دلاب الدم إلى متى؟ هذا دلاب الانتقام إلى متى؟ ورحته وبعدي ملاجيالين ستأتي هم تنتقم والانتقام هذا هذه التجربة الفاشلة هذه التجربة القاتلة ذلك نقول في العراق كارثة هذه الكارثة عندما تجيب ميليشيات وتقتل بالناس وبعدي هذا هذا يعني دلاب الدم وين سيوصل لك؟ ستبني دولة ما ستبني دولة ستبني عصابة وانت دوما متحزن بالميليشيات وخايف على فليساتك وخايف على مصالحك وبالتالي ستأتي في يوم من الأيام قوة كبيرة تزيحك وهم يمرجوك وتالي دكتور يعني موضوع بعض الشخصيات اللي يعيدون ويجيبوها من جديد أسعد العيداني طرحو رفض عادوا من جديد الآن جاء بوب هي هذه اللعبة وبعدها هذه الشخصيات لماذا التكرار؟ هذه جزء من اللعبة هذه جزء من اللعبة هم هل يملكون بديل؟ لا هم هم أساسا هذا جزء من فشلهم واضح أن الشعب يطالبهم بواحد مستقل غير يعني مزدوجة جنسية ما ملوثة ايدة مداخذ عمليا ما عدهم يقدمون شخصية واحدة شخصية واحدة ما عدهم يقدمون هم سيقدمون من نفس الناس وبالتالي هناك صراعات وبيناتهم صراعات وهذا نقبله وذاك ما نقبله وهذا ليجب أن يحققنا أكثر وهذا ما يقبل حم التوفيق علاوي مطلعنا بالأخير يريد يسوي نفسه وطني وأنه مظلوم وظلمه والفاسدين لو استجاب للفاسدين لكان هو بقى رئيس وزراء وكانت وزارته وهذا ما يتحدث البعض من قلة العقل من قلة الوعي من قلة الرؤية يتحدث عن أنه يعني فرصة ضيعوها أي فرصة كان متفق مع مقتد الصدر ومع هادي العامري على إطار معين لا يمكن خرقه عندما أرادوا مننا الآخرين إضافة أسماء سيخرق هذا الإطار الذي متفق صحيح يعني الاتفق به مع مقتده لا يمكن أنه ما هم ذول القوة هم الذين يدعموا وقالوا له هذا تنتفق عليه وافق وتقدم بهذا الاتجاه أوله منطي حرية لكان قبل لهم بكل شيء هو فرحان في هذه الوزارة ولا يمكن لأحد لشخص بالدنيا أن يفرح بهكذا منصف فيه جذروف في بلد مثل العراق بلد العراق اقتصادة منهار سياسة منهارة فوضى ميليشيات قتل دول متحكمة بإيران وأمريكا والدنيا وصراعات وقتل وذبع وثارات ومصائب وما تعرف منه الشعب خمسة شهر طالع بالشارع ويأتي واحد فرحان لأنه سيأخذ منصب رئيس الوزراء هذا هم كبير هذه مسؤولية ما بعدها مسؤولية يعني لا يستطيع أن ينام الليل حتى يحد من هذه الأزمة ويخلصنا من هذه الأزمة هو كان فرحان بهذه المسؤولية إذن القضية كان المطلوبة أن تستمر العملية السياسية فقط وحددوا لإطار معين ويمقتد الصدر ويمقتد الجماعة لا يستطيع أن يخرقها لأنهم الدعمي هم هي القوة لذلك قال الشرفاء الذين يدعمونني في الانتقاء باتر بالبرلمان تحدث عن الشرفاء فهو من البداية حتى الفرلمان قسمهم إلى شرفاء وغير شرفاء هو قسمهم صحيح وثارت ثائراتهم وقبلوها على نفسهم مع ذلك ناقشوا سياسيا لكنه قال أنه قسمكم وشرفاء وقسم شرفاء فتحدث عن القوى اللي دعمته سائرون وجماعة هذه العامري وبعض جماعة هذه العامري طبعاً مو لكل لأن الغالبية من جماعة هذه العامري نقلبوها عليها لأنه لا يقبلون مقتد الصدر وصفة راوحية ولا لا علاقة بالوطنية ولا لا علاقة بالاتفاقات خاصة ولا يستطيع أن يخرقها نعم وما قدر يخرقها ولو كان حر لكان خرقها وهذه اللعبة يقدمون الآن أسماء كثيرة ويتناقشون بيناتهم يزاعلون وتخاصمون وشغل تطيني وشغل تنطيق وهذه العملية والشعب رافضهم وسيرفضهم هما ويعيدون ترشيح غيره وهذا الدستور قميص مطاط لاحد يتعدث عن دستور وفراغ دستور اللعبة لأنه ما الدستور خرقه وانتهى الموضوع والحق ما للدستور غير شكل حتى دستوره ما هذا الكسير ما يحكي بهذه المرحلة ولا يحكي بالغياب الطوعي هذا الغياب الطوعي اللي يتحدث عنه الأخ اللي يعني أكثر من ألف شهيد دماؤهم في رقبته وثلاثين ألف جريح ومعوق كلهم في رقبته وهو لحد الآن يسيبهم بالنهار وبالليل يعتبرهم شهداء في هذا الإطار دكتور وفي آخر الأسئلة المتبقية ودعت إلى مليونية خاصة لإسقاط البرلمان لإزاحته لإخراجه كيف تعتقد أن الأمور ستسير في ظل هذه الدعوات هذه حقيقة وهذه من البداية يعني الشعب وصل إلى حاله وطلباته واضحة لم يطلب من البرلمان لا يطلب من هذه القوى إلا أشياء بسيطة قال نريد قانون الانتخابات سوونا قانون الانتخابات سوونا مفوضية يحددون موعد الانتخابات المبكرة أكثر من هذا مرات تحدد ذني لثلاث نقاط تنجز وخلص روح لأنه لا يمكن لرئيس وزراء أن ينعش البلد لا يمكن أن يبني تنمية أن يتعمى عامل أن يقضي على الأمية أن يقضي على الفساد أن يبني مدارس كذبة هذه هذه فترة 8-9 شهر 10 شهر سنة أقصى شيء وتنتهي القضية وتمشي أتعمال وتنتهي القضية لكن حتى في هذه القضية لم يستجيبوا له ومن خمسة الشهر هم يناقشون وتعديلات الدستورية وشلون المشيها أي تعديلات الدستورية هذا دستور يقول لهم تقدروا تعدوا له الدستور ما هذا الدستور يجب أن تطرحوه على ثلاث محافظات إذا موافقت ووعدوا أكثر من النص من ثلث المحافظات الثلاثة إذا موافقوه من يوافق لكم على هذا المشيء ما أنتوا خليتوا ألغام وقفالة بهذا الدستور لا يمكن تعديل وهذا الحل بهذا الدستور أن يصير حكومة وطنية والشعب يحكم نفسه ويشيل هذا الدستور يمزق يذبب سلة المهملات ويكتب دستور جديد عراقي بالمواطنة هي الأساس مون مكونات يخدم كل العراقيين يخدم الكردي والعربي والمسيحي والمسلم والصابقي والتركماني وكل العراقيين وكلهم وما يسميهم مكونات يسميهم عراقيين يتحدثوا إياهم كمواطنين عراقيين اللي هم قيمة وهم أهل البلد كلهم أهل البلد هذه الحقيقة تعالي نحن أمام يعني مماطلة استمرار بالمماطلة إسقاط البرلمان الآن من حقها نسقطوا البرلمان ويجب أن نسقطوا البرلمان لأنه بؤرة الفساد والخراب هذا البرلمان وكل هذه القوة التي تمثل هذه الأحزاب العملية السياسية انتهت لأننا كنا نقول أنها تلفظة أنفاسها لا لفظة أنفاسها وانتهت والآن جثة وهم يدافعون عن هذه الجثة يريدون أن يقنعون أنه هذه الجثة حية ما زالت ليست حية هذه ميتة من أول يوم كانت ميتة لكن الآن وضح موتها وخلص عليهم أن يصدروا بيانا بوفاة هذه العملية السياسية والشعب يتولى بناء عملية سياسية وطنية تخدم كل العراقيين يشترك بها من الجنوب ابن الجنوب إلى ابن الشمال ابن الغرب إلى ابن الشر كلهم بها هم حصة ورئيس الوزراء اللي يأتي والحكومة اللي تيجي يتمثلهم جميعا هم يخافون وبعد ما يحكوا بالدستور ما حد يحكي بالدستور ولا حد يأتي بطار الدستور الناس تعيش وتروح المدارسها الناس وتروح الكليات وتروح المصانعة وتروح حياته ويعاد زهو العراق ووجه العراق الحلو اللي ما بيه ميليشيات وما بيه قتل وما بيه إيران وما بيه كورونا وما بيه مصائب مصائب كبيرة هذه الحقيقة شكرا جزيلا لك الدكتور رافع الخلاحي الكاتب والباحث السياسي معنا في الستوديو وكذلك مشاهدين الكرام نشكر السيدة آيات المرسومي الإعلامية والناشطة في التظاهرات كانت معنا في هذه المتابعة الخاصة وكذلك الشكر موصول لحضاراتكم لطيب المتابعة نلقاكم بإذن الله إلى اللقاء اشتركوا في القناة